وَأُوْحِيَ إِلَى النَّوْحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَيْسِ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْمَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبِنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُونَ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْمَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّ مَا مَرْ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَطِرُوا مِنْ قال إن تسخرون إنا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري به في موج كالجبال وهي تجري به في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزر يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم قال لا عاصم اليوم من أبل الله إلا من رحم وحال بينهما الموج وحال بينهما الموج فكان من المقرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء ويا سماء أطرعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحكيم قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإن لا تغفر لي وإن لا تغفر لي وترحمي أكن من الخاسرين وإن لا تغفر لي وترحمي أكن من الخاسرين قيل يا نوح أهبط بسلام قيل يا نوح أهبط بسلام منا وبركات وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب الأليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قوك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة المتقين ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة